موسيقى وتعزي في الجروح وتميز كل ضامة سرب لرجل من المروح بدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لردباك ربي كلمتك عجيبة سباك وتفني جبال والحرفين منها يسقط سباك في باب المحام أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد براحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس وصلنا في درستنا في أول سفر وهو سفر التكوين إلى أصح 22 بدءا من عدد 9 لنهاية الأصح يريد تجهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب اللي مشرفني في الستوديو الأخ يوسف رياض أهلا بك أخ يوسف أهلا بك خير دائما مشرفك ربنا يبرك كمان براحب الضيوف أهلا وسهلا بيكم أخ يوسف بدأنا في الحلقة الماضية الإشارة والكلام في أصح 22 وعرفنا أنه هو الأصح الذي يتكلم عن الامتحان والمحبة في حياة إبراهيم هو الذي يشير إلى الخروف طبعا فيه إشارة واضحة إلى شخص المسيح هو الذي انفرض بذكر كلمة المحبة لأول مرة كلام كتير في هذا الأصح لكن هنأقترب رويدا رويدا إلى قصة الذبح عندما كان هناك بديل لإصحاق ونتعلم منه درسه مهم جدا نعم فنعايز حضرتك تدينا الأفكار الأخرى الموجودة في هذا الأصح قبل من ابتدي نقرأ الأعداد بدءا من عدد 9 يعني تلاحظ أن كان مع إبراهيم وإصحاق معه غلامين لكن دول ما رحوش إلى جبل المرية لكن إجلسه أنتم ها هنا مع الحمار أذهب أنا والغلام وبعدين تيجي مرتين مرة في عدد 6 ومرة في عدد 8 عبارة ذهب كلاهما معنا أرى فيها أنه لا يمكن لأي واحد من الغلمان أو من الأنبياء أو من رجال الله أن يكون مع المسيح في هذا الموقف يعني مثلا فوق جبل التجلي ظهر موسى وإليه لكن كانت تكلماني مش عن خروجهم لكن عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أرشالين ما ينفعش يروح موسى مع المسيح لا ما ينفعش إليه ده رجل محترم قوي لا ما ينفعش ينفع بطرس طيب لا قال له حيث أذهب أنا الآن لا تقدر أن تتبعني لكن ستتبعني أخيرا يبقى إذن اللي راحوا إلى جبل المرية إبراهيم وإسحاق فقط ما فيش حد تاني ده نشوف تطبيقه في إنجيل يحنى أكتر من مرة مثلا يحنى 8 يمكن آية 29 لما يقول كده الآب معي لكن الآب معي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه في أصاع 16 لما قالوله إحنا بنؤمن قالهم الآن تؤمنون وذات أتي ساعة وقد أتت حين تتفرقون فيها كل واحد منكم وتمضون إلى خصتي وتتركوني وحدي ولكني لست وحدي لأن الآب معي بس الآب الآب والإبن في الرمز إبراهيم وإسحاق توافق المشيئة توافق المشيئة يعني كان عمل الصليب في تمام التوافق مشيئة المسيح مع المشيئة الإلهية وليس هناك أي نوع من الهروب من المسؤولين بصف تمام وما يجيش واحد يقول أراد المسيح أن يتخلص من الموت فخلصه الله من الموت إذ أتى بشبيه وصلب مكان المسيح كانت مشيئة المسيح أن يذهب إلى الصليب تماما كما هي مشيئة السماء ده كلام عيب حتى ما يتقلش على الله أنه لما عايز ينجي واحد يوم جايب واحد شبهه يعني كأن الله مش قادر ينجيه بقواته وبسلطانه إذن نرى في هذه العبارة فذهب كلاهما معا توافق تام بين المسيح وبين الآب في قضية الصليب صحيح خرج يسوع وعالم وكل ما يأتي عليه ذهب إلى الصليب الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ بعد كده بدأ من عدد تسعة هقر بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال فلما أتي إلى الموضع الذي قال له الله بن هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إصحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم فقال هأنذا فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأن الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه فدع إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأه حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى عيص تعليق على هذه الكلمات أخ يوسف بدءا من الذهاب وربط إسحاق ووضعه على المذبح يعني إسحاق رمز رائع للرب يسوع المسيح لكن مع هذا الفارق أو مع هذه الفوارق أولا هو لم يعلم أنه سيذبح بينما المسيح في يوحنى 18 للخارجة وهو عالم بكل ما يأتي عليه الحاجة الثانية أن إسحاق لم يذبح فعلا لكن فيه اللي اتدبح بداله وهنا نرى أول شيء أقدر أسميه الرمز المزدوج يعني الرمز المزدوج يعني عادة رمز واحد ما يكفيش أنه يكلمنا عن المسيح وعن الصليب ما بينفعش مثلا يوم الكفار العظيم في تيسين كان واحد منهم يلقى عليه قرعة فيخرق قرعة للرب والتاني لعزازيل واحد يذبح ويدخل بدمه إلى الأقداس والتاني يحط رئيس الكهنة إيده عليه ويقر بكل السيئات والذنوب ويطلق في البريد وده معنى كلمة عزازيل ده معنى كلمة عزازيل إبعاد وإزاحة وهنا نرى أن الكبشين معن صورة ورمز للمسيح وعملوا على الصليب حمل خطيئة كثيرين سكبا للموت نفسه فالتيسين إشارة لشخص المسيح لشخص واحد وعمل واحد اللي وصل مثلا خد يوم تطهير الأبرص يجيب عصفورة واحد يذبح ويتحط الحي في المية والدم بتاع اللي اترش على دم العصفور اللي الدبح وكأن العصفور الحي مع العصفور المذبوح كلاهما معنى يشيران إلى عمل المسيح الذي أسلمه من أجل خطيئانا وأقيمه وأقيمه لأجل التبرين تمام وهنا بتشوف أول صورة للرمز المزدوك مين بيرمز للمسيح إسحاق ولا الكبش في الحقيقة الاتنين لأن إسحاق في طاعته وخضوعه وقبوله صورة رائعة لكن في الحقيقة إسحاق ما تدبحش أشفق الرب على إسحاق أشفق على إبراهيم لكن لما نقرأ في العهد الجديد الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين تمام وكأن الرب يقول له ارفع ابنك ما ينفعش ابنك أنا عندي البديل أيوة وفي إشارة إلى هذا البديل التفت إلى وراءه فواجد كبشا ممسكا في الغابة بقرناه بقرناه وعايز أخذ فكر عن هذا الكبش في الحقيقة يعني أولا كبش ممسك في الغابة بقرناه الغابة مكان الوحوش والمسيح له المجد بحسن مضمور 22 أحاطت به الوحوش الكثيرة جدا وهو لم يكن مصرح له استخدام قوته تمام يعني كان يقدر يستخدم قوته تقصد البشر اللي أحاطه بالصليب وتفننه في إذاء المسيح صحيح لما يقول أحاطت به كلاب أحاطت به ثيران أقوياء بشانك تنفت إذن المسيح كان ممسكا في الغابة بقرنيه لم يستعمل قوته إطلاقا صلب من ضعف سكب للموت نفسه لكن هاي المرة الثانية نرى عنه في سفر الرؤية أصحى خمسة له سبعة قرون سبعة الكمال القرن القوة يعني كمال القوة أو بلغة الكتاب المقدس سيأتي بقوة ومجد كثير فالمسيح في المرة الثانية هيستخدم القوة سيبطش بأعدائه تمام شكراك هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيور هل في دلالة يا خياد لتكرار كلمة الحطب لنا فيها تعليم؟ تفاضل أخي يوسف الحطب هو بعد ما رتب الحجر حط الحجر وفوقيه حط إسحاق أرى فيها وبعدين يقول لنا هنا إنه حط الحطب على إسحاق أرى فيها صورة لصليب المسيح الذي خرج من أرشالين وهو حامل صليبه اللي كان حيتعلق بعد كده عليه وتستقر نيران العدل اللي هي تنزل عليه يعني مشهد بياخد قلبنا وبيزبي قلبنا مش بس بنشوف روعة إيمان إبراهيم وطاعة إسحاق لكن من خلف إيمان إبراهيم تضحية الله وطاعة ابن محبته الرب يسوع المسيح دي اللي وغدق لبنا ودي اللي بتشد فكرنا ما أهنانا وأسعدنا بهذا الإله المحب وهذا الإبن الذي صار عريسا للكنيسة صحيح رجوعا مرة أخرى إلى الكبش كما ورد في عدد 13 فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه حضرك شرط إلى أن الكبش ممسك في الغابة ده مش مكانه أبدا أن يكون في المكان ده لكن لأنه محاط بالوحوش إشارة إلى شخص المسيح على الصليب كان محاط بالأعداء ممسكا في الغابة بقرنيه لم يستخدم قدرته وقويته لدفاع نفسه صحيح لكن عايزة توقف عن كلمة فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه يعني هل فيها أي إشارة إلى مثلا قدم أيام المسيح أسبقية المسيح قبل أن يأتي إبراهيم فكرة الذبيحة أو أزلية الفكرة ديت عند الله أرى فيها ما جاء في بطرس الأولى واحد حمل معروفا سابقا قبل تأسيس العالم يعني لم تأتي فكرة الفداء والبدلية والكفارة بعد سقوط آدم صحيح لكن معروفا سابقا قبل تأسيس العالم دي اللي بشوفها من كلمة كبشا من ورائه ممسكا في الغابة بقرنين أخ يوسف أنا محتاج أسأل سؤال عن القيامة واضح أنه قصة صليب المسيح وقيامة المسيح أيضا واردة في هذا الأصحاح أيوة فإذا كنا بنقول أن الكبش هو يرمز إلى موت المسيح على الصليب أين نتقابل مع قيامة المسيح على الصليب لما نرجع لعبرانين 11 بدءا من عدد 17 حنقرى فكرة القيامة واضحة بالإيمان قدم إبراهيم ابنه إسحاق وهو مغرب قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له بإسحاق يضع لك نسل الذي أخذه من بين الأموات في مثال صحيح يعني حسب أن الله قادر على إقامة من الأموات وأخذه من بين الأموات في مثال فكأن إبراهيم لما مشى ثلاث أيام كأن في الثلاث أيام دي خرج إسحاق تماما من قلبه كأنه مات لأنه كان عارف أنه حيروح يقدمه في اليوم الثالث اترابط على المسبح بس ربنا قاله استمر لغاية كده كفاية فكأنه في اليوم الثالث قام إسحاق من بين الأموات تمام كلام جميل فيما بعد هناك صعود إسحاق أو صعود المسيح يعني خلينا أقول بعدما قام المسيح لم يظهر للعالم لكن كانت كل معاملاته مع أحباءه وخاصته مرة تانا هيظهر للعالم عندما يظهر بالمجد والقوة أنا أوقف عند آية جات فيه مثلا عدد 19 ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه بس لم يذكر لنا أن إسحاق رجع هل نقدر نشوف فيها أي حاجة هنا بالارتباط بمثلا صعود المسيح أكيد يعني مثلا لما يقول لنا لأنكم قد موتتم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله عشان كده لا ذكرى لإسحاق هنا اللي رجع إبراهيم رجع إلى غلاميه طب وأين إسحاق في الرمز حياتكم مستترة مع المسيح فين مستترة فالله إسحاق النهاردة أو خلينا أقول المسيح اليوم بعد قيامته من الأموات مين شافه؟ من العالم لم يظر ذاته إلا لخاصته فقط لغاية ومش هيشوفوا العالم صحيح غير لما يجي مرة أخرى ثانية بالمجد والقوة لكي يدين بعد ما يكون المعاد فات إحنا قدام كتاب الله يعني أنا الحقيقة أخ يوسف يعني قدام كل كلمة من دول أحني راسي صحيح مين يقدر يكتب من البشر هذه التفاصيل ويغفل أجزاء ويسخر أجزاء صحيح يعني إبراهيم يقول نسجد ونرجع وفعلا كتاب يقول لنا أن أسحاق لم يذبح مفروض لما يقول أنه رجع يقول رجعوا رجع أسحاق وإبراهيم هما الاثنين صحيح لكن يقول لنا إبراهيم بس اللي رجع ويغفل ذكر إسحاق لأنه فيها إشارة إلى المسيح الذي بعد القيامة صعد ولم يظهر للعالم لغاية ما إسحاق بعد كده يبان في علاقته برفقة في أساح 24 إحنا قدام كتاب الله يعني حتى لما ماتت أمه لا ذكرى لإسحاق في أساح 23 على الإطلاق عجب بس هو ده في انطباق الرمز على المرموز إليه صحيح محتاج أخذ من عدد 14 تعليق فدعى إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرقى اسم الله هنا اسم الرب هل نجد فيه تعليما وتدينا فكر عن بعض أسماء الرب التي يجا على الشاشة دلوقتي فضل يا خيوزي يعني فيه خمسة سبعة أسماء السبعة الأسماء مذكورة هنا بالعبري وليها معناها بالعرب يهوى يرقى معناها الرب يرتب أو يارى ولما بنقول يارى مش معناها يشوف لكن زي ما احنا متعودين نقول حنشوف حنشوف يعني حنرتب الأمور ربنا يدبر ويرتب بالضبط يهوى رافى دي جد في خروج 15 الرب شفائي أو الرب هو الشافي يهوى نسي دي جت في خروج 17 بعد معركة عمليق ومعنها الرب رايتي يهوى شلوم دي العبارة الوسطى ودي تقالت في سفر قوضات أصح ستة قالها جدعون لما قال الرب سلام يا بخت كل واحد يتمتع بسلام الله الرب السلام يهوى روعي اللي هي المشورة أوي جت في مصبور 23 قالها داود الرب راعية بالعبر يهوى روعي الحاجة السادسة يهوى صدقينه ودي جت مرتين في إرمية 23 ستة وإرمية 33 برضو الرب برنا دي معناها وأخيرا وليس آخرا ما أروع الخاتمة يهوى شم بمعنى يهوى ثم أو يهوى هناك الرب هناك زي ما مكتوبة هنا ودي آخر كلمة ترد في نبوة حسقيال آخر كلمة يهوى شم إذن معنى الكلمة يهوى يرأى الرب يدبر ويرتب صحيح دبر ماذا؟ رتب ماذا؟ رتب الذبيحة صحيح لأنه كان يسأل إسحاق أين الخروف فربنا رتب الخروف عجز الإنسان عن تجهيز الفدية فكانت الفدية من عند الله تمام أشكرك يا أخي يوسف هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف في عدد 13 والجزء الأخير فذهب إبراه واخذ الكابش واصعده محرقة عوضا عن ابنيه تعبير عوضا عن ابنيه نفهم منه إيه؟ صدر يا أخي يوسف أعتقد ده المفتاح بتاع هذه القصة الرائعة أن الرب عاوز يعلمنا مبدأ البدلية يعني البعض بيركز على الإثار والتضحية والعطاء هذا كله موجود في القصة لكنه ليس بيت القصيد ما هو بيت القصيد؟ أنه يمكن أن تقدم ذبيحة بدلك ذبيحة حيوناية تنفع في الحقيقة هنا كرمز تنفع لكن في الحقيقة لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا لكنه يعلمنا مبدأ ويرسي مبدأ في منتهى الأهمية أتمنى لكل المشاهدين أن يعوه ما هو هذا المبدأ البدلي؟ البدلي هل هناك شخص مات بدلي؟ الإجابة نعم ونعم من هو؟ الشخص الكامل الذبيح الفريد اللي شاور علي يحنى المعمدان هو ده حمض الله الذي يرفع خطية العالم إني أدعو كل المشاهدين إلى التمتع بهذا الفداء الذي أظهر مرة عند انقضاء الظهور لكي يكون بدل أنا استحق الدبح أنا استحق وابن إبراهيم كان يستحق الدبح نعم لكن الله قدم بديلا عوضا عن ابن إبراهيم بالنسبة لي ولملايين المشاهدين هناك المسيح الذي مات بالنيابة عنه بعدما تم تقديم الذبيحة يقول الكتاب ونادى ملاك الرب إبراهيم ثنائة من السماء وقال بذاتي أقسم يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقام وذهب معا إلى بئر سبع وسكن إبراهيم في بئر سبع يلاحظ هنا أنه البركة أتت بعدما تم تقديم الذبيحة نعم هل هناك أي علاقة بين صليب المسيح والبركة؟ لا توجد بركة خارج صليب المسيح إحنا شفنا الأمر ده قبل كده في تكوين تمانية وتسعة ختم تكوين تمانية بإصعاد المحرقات بدأ تكوين تسعة بالبركة هنا نجد المرة الثانية المحرقة قدمت وجاءت البركة تالية لذلك وأعمل مقارنة بين تكوين ثلاثة سبعتاشر وبين الأعداد التي قرأناها هنا تكوين ثلاثة سبعتاشر رب يقول لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك ملعون الأرض بسبعة جاءت اللعنة نتيجة أن آدم سمع لقول امرأته إبراهيم جت البركة نتيجة أنه سمع كلام ربنا لأنك سمعت لقوله فجاءت البركة والشيء الجميل والرائح في آن أنه في غلطية ثلاثة ستاشر بيركز على الوحي اللظي فيقول أنه لا يقول في الأنسال تيجي البركة في الأنسال كأنه عن كثيرين بل في نسلكة واحد الذي هو المسيح هنا بنشوف الوحي اللفظي وبنشوف أيضا أن مصدر البركة لكل من يريد أي بركة هو الرب يسوع المسيح صحيح اللي يقول عنه في أفاسوس واحد عدد ثلاثة مبارك الله الذي باركنا بكل باركة روحية في السماويات في المسيح فالمسيح هو مستودع كل بركة طلعه الرب كان يقصم بذاته نعم أي أن كل ما قصده تجاه البركة لن تتغير صحيح أنه أقصم بذاته نعم محتاج أخذ تعليق على بنود هذه البركة أيوة يعني يمشي لي كده عليهم واحدة واحدة وطلع علينا التعليم اللي فيها يعني بنود العهد عدد سبعتاشر أباركك مباركة مفعول مطلق باركة عظمى وأكثر نسلك تكثيرا ويجيب تشبهين كنجوم السمائي وكالرمل الذي على شاطئ البحر وفي مرة تلتة بنقراها مثلا في تكوين الصح 13 كتراب الأرض وكأن إبراهيم عنده نسل مثلس نجوم السماء رمل البحر التراب الأرض وأعتقد دول التلتة أنواع من الناس لبطور إبراهيم الكنيسة تمثلها نجوم السماء ثم البقية التقية يمثلها تراب الأرض ثم الشعوب الألفية يمثلها الرمل الذي على شاطئ البحر تمام يلاحظ بعد كده يا أخي يوسف أنه بدأ من عدد عشرين بدأ يشرح لنا بعض التطورات في عائلة إبراهيم وشوية موليد إلى أن نصل إلى ذكر ولادة رفقة وعايزين نعرف فيها صدفة ولا قصد إلهي أن يجيب لنا رفقة في ذات الأصحاح اللي كان فيه إسحاق على المزبح أراوعة الكتاب المقدس لأن رفقة دي حتبقى زوجة عروس لإسحاق وكأن الرب عايز يفكرنا أن المسيح لأنه سكب للموت نفسه سيكافئه الله ويدي له عطية والعطية دي هي العروس عروسة مين يا فندم؟ اللي هي المؤمنين هل دول عطية؟ آه لدرجة أنه يذكر أننا عطية الآبي له سبع مرات في إنجليو حن أصح 17 من ضمن المرات يقول لست أسأل من أجل العالم ليس معنى ذلك أنه مش حيسأل في المستقبل لا مزمور اتنين اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك لست أسأل الآن دلوقتي في حاجة أهم لما أخذ العروسة أبقى أفوق لمسألة العالم لذلك عنده حاجة أهم من العالم وهو العروسة وهنا مش صدفة أنه في ذات الأصاح الذي يوضع إسحاق على المذبح تذكر رفقة جاية من نمرة 8 شو معنى نمرة 8؟ يعني بتقول ده في أولاد الأولاد ترتيبوا نمرة 8 ونمرة 8 رقم 8 رقم الخليقة الجديدة وكأنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة تأتي منها رفقة التي تصبح في أصاح 24 عروس إسحاق صورة للكنيسة عروس المسيح نحن أمام كتاب الله وعظمة كتاب الله ربنا يباركك يا خيوصي شكرا لك شكرا أرجع الحلقة مع الضيوف طلعنا بحاجة النهاردة أكيد استفدنا إيه؟ أدي الله كان بيشفك على أسحاق وإبراهيم وبيشفك على كل حد فينا لكن في نفس الوقت لم يشفك على أبنه بل بزله لأجلنا أجمعين فهو يهو يرأى هو دبر خلاصنا ودبر أمر نجاتنا لا توجد بركة خائج صليب المسيح مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح تمام إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير صرنا إحنا في ثمر الكثير عروس المسيح شكرا رب يبارككم شكرا يا خيوصي رب يبارك عزيز المشاهد ممكن تقرأ قصة إبراهيم وإسحاق والكبش ممكن تقراها وتطلع منها ببعض الدروس ممكن واحد يقول ده يعني أعظم درس أتعلمه من هذه القصة كيف يحب إبراهيم الله حتى أنه أراد أن يضحب ابنه في محبتي لله ممكن درس تطلع به من كده واحد تاني ينظر إلى الموضوع من زوايا أخرى كيف ابتلى الله إبراهيم ربنا سامحه يعني بموقف وتجربة صعبة لكن كفاءه في النهاية لكن الغرض ولب الموضوع في هذه القصة هو البدلية هو البدلية ابن إبراهيم قد رجع من على المذبح حيا لأنه كان هناك بديلا كبشا ممسكا في الغابة بقرنيه فكرة أن ربنا مجهز بديل عن الإنسان الكبش طيب إسحاق كان محتاج كبش يتحطي مكانه وأنا وإنت وكل اللي عايزين يتشال من عليك تفهم خطياهم كانوا محتاجين إيه أين الخروف للمحرقة أقول لك ما قيل عنه تبارك اسم في إنجيل يحنى هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم قصة إسحاق والكبش هي قصة كانت ترمز إلى المسيح المسيح الذي مات على الصليب وذاق بنعمة الله الموت المسيح الذي سفك دمه على الصليب لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ولا يوجد وسيلة للإقتراب إلى الله ونوال رضا الله وعفو الله إلا عندما تعتمد على موت المسيح على الصليب ينفع يتقال عنك أنك مرضي عليك فقط لما تحتمي في كفارة المسيح فكر في الموضوع راجع نفسك راجع معلوماتك راجع مستقبلك في ضوء أين أنت من ذبيحة المسيح والتق بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صبقه قدام المحال حيا زيك يا إلهي أغلى عندي من الدهب أدي يشهد عن كتابي إنك كتاب الكتب أدي كلمتك تروش وتعزي في الجروح وتميز كل ضامة سرب لرجل من المروح أدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لردوك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرفين إنها يسقط صبقه قدام المحال اشتركوا في القناة